زيكم يا شباب عاملين يا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن افضل مبات رو بلوكس لو تعبت من انك بتدور على مبات كتير كده ومش لقى اي ماب فما تقلقش لان انا عمعاك النهاردة وهقولك على افضل عشر مبات في لعبة رو بلوكس ولكن كل اللي طالبوا منك ان انت لو عجبك الفيديو تنزل وتعمل لايك تلوقتي لان ده هيساعد جدا وبدون ما نطول في المقدمة يلا نبدأ في الفيديو الماب الاول معانا هو ستريت ساكر ده من افضل مبات الكورة اللي ممكن تشوفوا في لعبة رو بلوكس ليه؟ لانه في حاجات مميزة عن مبات رو بلوكس بتاعت الكورة يعني مثلا هتلاقي نظام اللعب بقد رهيب الانيميشن او الحركات يعني فعلا حاجة في غاية الروعة فعلا غير كده الماب في حاجات مثلا مختلفة زي انك انت تقدر تفعل قوات حاجة زي قوة النار وقوة زي مثلا بتعمل قدار كده وقوات كتير انت تقدر تكتشفها بنفسك فعلا نظام اللعب ان بيكون فيه فريقين فريق احمر وفريق ازرق وانت بتختار واحد منهم وبتبدأ تلعب بعد كده الفريقين بيحاولوا يجيبوا اجوان طبعا وبعد ما الوقت يخلص الفريق اللي معاه اكتر عدد اجوان هيفوز بكل بساطة يعني فبقاد ده من افضل مبات الكورة اللي انا لعبته في لعبة رو بلوكس الماب التاني هو كات اللي مايعرفش الماب ده فكرته ببساطة زي ام ام تو ولكن الفرق هنا انك انت بيكون عندك كل الاسلحة يعني لما تدخل كده هتلاقي معاك السكين وهتلاقي معاك المسدس واحد منكم هيستغرب هيقول لي طب ايه الفكرة الغريبة دي يمكن تبقى غريبة في الاول فعلا ومش ممتعة ولكنك من اول ما تلعب الماب كده هتلاقي انه بجد رهيب وطبعا والمهم ان رمية السكينة نفس الانيميشن بتاعت ام ام تو يعني بالضبط هتلاقي نفس الانيميشن وبرأيي ده اللي بيخليني بحس كده ان انا المقرم في ام ام تو وفي نفس الوقت اشريف فده واحد من امتع المابات فعلا في لعبة روب لوكس خصوصا لو انت كده هتلعبه مع صحابك هيكون بقد رهيب اما الماب التالت وهو سبيد ران يعني انا مش محتاجة اقول لكم عن الماب ده لان بقد بتشوفوه في كل فيديوهاتي وبما ان الكل بيسألني ماب ايه ده ماب ايه ده واسم الماب النهاردة انا حطي تولكم في القائمة فكرة الماب ده بتكون انك انت بتجري جارية لا نهائية يعني حرفيا في اكتر يمكن من خمسين راوند وبتحاول تخلصهم كلهم يعني يموت على لا نهائية فعلا فكرته كده مشابهة للبركور كل راوند بيختلف عن التاني وفي حاجات تقدر تطورها في شخصيتك وتقدر تشتري حاجات وغير كده انت هتشوف الماب ممل في الاول ولكن راوند ورا التاني ورا التالت مش هتحس بنفسك حرفيا خصوصا لو هتتحدى نفسك كده انك انت تتخلص الماب ده برأيي ده بيخلي الماب فعلا ممتع كومبات ووريورز واحد من افضل مابات القتال وهنا انا بتكلم ان الماب قتال مش زي القتالات اللي فيها قوات وكده يعني فده بيخليه ممتع وكمان في حاجة كده الحاجة ان الماب ده حرفيا ماينفعش للاطفال واحد هيقول لي ليه لان بكل بساطة الماب ده وماويه بشكل رهيب يعني حرفيا مجرد ما تضربوا بواحد كده هتلاقي افكتات كده بجد مرعبة ولكنه يضل الماب ممتع فعلا وتقدر تجربه انت واصحابك او حتى من غير اصحابك تقدر تلعبه لوحدك وهيكون ممتع جدا اللي بيخليه امتع انه فيه اسلحة كتير كل اسلاح ليه افكت معين وليه انيميشن معين وكمان مش بيقف على انيميشن واحد بل فيه اكتر من انيميشن كل ضربة بتلاقي ان الانيميشن بيتغير فده بيخليه ممتع جدا ولو انت بتحب المابات الدموية لزي كده فانا ارشح لك المبده فعلا واضمن لك انه هيعجبك خصوصا لو هتلعبه مع سيرفر خاص مع اصحابك ام ام تو واحد من المابات الغنية عن التعريف او ماردر مايستري فكرته ببساطة انك بتدخل اللعبة بتدي لك لقب معين كل لقب ليه خاصية مثلا عندك اللقب اللي باللون الاخضر ده بتبقى انت شخص عادي نفس فكرة امونج اس يعني اما اللي باللون الازرق واللي هو الشريف ده هيدفع عن الناس العادية بانه يحاول يكشف القاتل ما بينهم ويقتله وطبعا الشخص الاحمر واللي هو الماردر ده هو القاتل هنا القاتل بيكون وظيفته انه يتخفى ما بينهم لان اول الراوند محدش بيكون عارف اي حاجة ولو قتلهم كلهم قبل ما الوقت يخلص هو هيفوز ولكن لو الشريف قتلوا الناس العادية والشريف هما لا يفوزوا وطبعا لو الوقت خلص هيبقت عادل اكيد الماب ممتع وبيضحك جدا خصوصا كده سرفرات العرب لما تدخل ما بينهم كده وتتكلموا في الشات وانت تبقى القاتل ومحدش عارفك بجد حاجة جدا حلو قوي لو انت بتحب امونج اس هتحب جدا الماب ده بلوكس فروت طبعا وهو الماب الغني عن التعريف هو التاني فكرته ببساطة انك بتعيش اجواء وان بيس واستنى انت لو مش بتتابع وان بيس هتستمتع في الماب ده فعلا انا مش فان للماب ده ومش معجب بي ومش بلعبه كتير الصراحة ولكن هو فعلا ممتع اللي بيخليه ممتع ان فيه فواكه يعني زي انيمي وان بيس بالظبط كل الفواكه اللي موجودة في وان بيس هتلاقيها في الماب فاكهة المطاط والدراجون وحاجات غريبة كده كله موجود كمان الحلو انك انت بيكون عندك مستوى كل ما الليفل بتاعك بيعلى بتقدر تسفر الجزر اكتر في الجزر هتلاقي بوس كده وبوسات ليفلها عالي فانت لازم الليفل بتاعك يكون اعلى منهم عشان تقدر تقتلهم فانت لو بتحب وان بيس او لو مش بتحب وان بيس وبتحب الانواع دي من المابات انصحك تجربه فعلا وعلى فكرة وان بيس عمك دورز مين مننا ما يعرفش دورز والله ما بالرعب والتشويق ده واللي فكرته مبنية على ابواب لا نهائية في فندق غريب كده بتبدأ اللعبة بانك بتدخل الفندق ده ولكنك كده بتكتشف فيه حاجات وظواهر غريبة فانت بتبدأ تهرب كده وتدخل من باب لباب وبتحاول تكتشف الاماكن وكل شوية فيه وحش بيدخل عليك وانت بتحاول تتخبى من الوحش ده سواء في الدولاب او تحت السرير واماكن زي كده كل ما بتفتح ابواب اكتر كل ما اللعبة بتبقى اصعب وبتبقى مشويقة اكتر فعلا انا الصراحة ما ختمتهاش ولكن اعرف ناس ختمتها فعلا واللعبة جدا مرعبة بالاصوات والاجواء حاجة في قمة الرعب فعلا فانت لو عايش تحت صخرة وما جربتش الماب ده او سمعت عنه فانا انصحك بجد تجربه وتكسر حاجز الخوف اللي انت فيه ده ومحدش يسأل انا ليه ما ختمتهوش لان انا عامل بس حرفيا ساعتين وما قدرتش اختمه ابدا وده بسبب ان انا نوب طبعا بتحب مابات الرولي بلاي صح او مابات لعب الادوار دي المابات اللي بنشوفها دايما في روب لوكس دي وطبعا لو هنجيب سيرة المابات دي فلا يخفى علينا ماب ادوبت مي واحد من افضل المابات ومن اول المابات اللي عملت الفكرة دي في روب لوكس هتلاقي فيه جرافيك وطريقة لعب وانيميشن بقد راهبين غير كده البناء بتاع الماب وان المطورين فعلا تعبوا على الماب ده ولو ما تعرفش مطورين الماب ده اصلا بياخدوا رواتب بالدولار يعني مش برو بوكس ولا حاجة وده اسبتلك فعلا ان اللعبة دي بيتعبوا عليها وهي واحدة من انجح المابات في النوع ده طبعا لو هنتكلم عن النوع ده في المابات فمش هنلاقي احسن من بروك هيفن في الفترة الاخيرة الماب ده بفجر روب لوكس حرفيا يعني بتلاقي فيه بال300 الف لاعب بال500 الف وارقام غريبة كده برضو فكرته زي ادوبت مي ولكن الفرق انك انت بيكون عندك ماب اوسع من ادوبت مي وده اللي برأيي بيزود متعة الماب فعلا كمان بيكون عندك حرية في اختيار السيارات يعني بيكون عندك اكتر من نوع سيارة تقدر تجربها بنفسك وطبعا الماب ده لا يخفى عنكم طبعا احنا بنشوفه كتير في الافلام بتاعت روب لوكس فبرضو لو انت متعرفش الماب ده جربه بجد ولكن انصحك انك انت تلعبه مع صحابك لان لو هتلعبه لوحدك هيكون بجد مميل قوي ودي واحدة من الاسباب اللي بتخليني مش بلعب الماب كتير والماب الاخير معنا في القائمة هو The Mimic ده ماب رعب ولكن على عكس مابات الرعب اللي في روب لوكس جرافيك قصة وكمان انيميشن واماكن كتير تقدر تروحها كفاية لوحدها الناس اللي بتقابلها في الماب يعني بجد روب وانا عن نفسي مخلصش حتى الليفل الاول فيها فلو حد ختم الماب ده او وصل فيه الليفل عالي يقول لي تجربته في التعليقات وان شاء الله ممكن نلعبه مع بعض في فيديو جاية بس دي كانت قائمة افضل العاب روب لوكس ولو فيما بات انا نسيتها تقدروا تقولولي في التعليقات وايه اكتر ما بعجبكم من القائمة دي ياريت تقولولي كمان في التعليقات اشوفكم في الفيديو الجاية ان شاء الله انا محمودة وهين توكس وده فيديو النهاردة سلام